السلام عليكم أساطير HD Action يقال دائماً ما يعود المجرم إلى مسرح الجريمة فإن كنت من محب الغموض والإثارة والقضايا الغمضة دلوقتي فعلنا بيج أرشيف خلينا أقول لك يا صديقي إن في قضايا كتير من بشاعة تفاصيلها بيتم حظر تداول أي تفاصيل عنها يلا يا صديقي ادخل للبيج هنقدم فيه تقارير مفصلة عن أغرب القضايا وأكثرها غموضاً وإثارة بشكل احترافي وبمصادر موثقة بطل فيلمنا النهاردة هو لس محترف بيقدر يسرق سبايك دهب بملايين الدولارات لكنه بيتعرض للخيانة من واحد في فريقه وبيقتل كمان الأب الروحي بتاعه فبيقرر اللس إنه يرجع بعد سنة ويعمل خطة زكية جداً علشان يقدر يسترد السبايك وينتقم لموت الأب الروحي بتاعه ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهداءهم بيبدأ فيلمنا مع ستيلا اللي بتصحى من النوم على صوت أبوها جون اللي بيعرفها إنه في إيطاليا بيعمل آخر عملية في حياته وهيعتزل بعدها فبتقلق ستيلا عليه لإنها عرفة إنه بطل سرقة من زمان لكن بتطمن شوية لما بتعرف إن شارلي العقل المدبر والمساعد بتاعه موجود معاه في العملية دي وبيقفل معاها وبيتكلم شوية مع شارلي على العملية الجديدة اللي هيعملوها وبيتحركوا بعدها لباقي أعضاء الفريق بتاعهم المكون من روب السائق المحترف وليفت صانع المتفجرات والعيل مجنون الكمبيوتر اللي بيخترق أي نظام أمني في العالم وبيتكلموا مع آخر واحد ستيف عن طريق لاسلكي لأن المفروض في ناس تابعها يوصلوا ويساعدوهم ولما بيطلب ستيف من جون إنه يثق فيهم بيأكد له جون إنه بيثق في كل الناس لكن مش بيثق في الشيطان اللي جواهم ولما بييجي الوقت المحدد والناس ما بتجيش بيطلب جون إنهم يلغوا المهمة لكن لأن تشارلي هو اللي مخطط بيطلب منه ما يقلقش ويكمل كل حاجة زي ما هي وبيبقى ستيف تحت الخزنة اللي فيها سبايك الدهب اللي جايين يسرقوها وبعد ما بيزبطوا كل حاجة بيشغلوا المتفجرات اللي بتوقع الخزنة من كذا دور على القارب اللي فيه روب وبيأخدها وبيهرب بسرعة ومعاه لايل وطبعاً أعضاء العصابة اللي تسرق منهم الدهب بيطلعوا يطارد روب بمنتهى الشراسة لكن اللي محدش يعرفه إن دي مجرد خدعة والخزنة الحقيقية وقعت في المية وبيفتحها الخبير جون وبيقدر روب إنه يتخلص من الراجل اللي كان بيطارده بسهولة بسبب مهرته الاستثنائية في القيادة وبينجح جون هو كمان في فتح الخزنة وبيبقى فيها دهب كتير جداً وبيهربوا بعدها كلهم من المكان بعد ما تمت المهمة بنجاح بدون طلقة واحدة والفضل طبعاً يرجع للتخطيط العبقري بتاع شارلي وبيتجمع الفريق وسط جبال تلجية علشان يحتفلوا بانتصارهم وكل واحد فيهم بيبدأ يقول اللي هيعمله بالمبلغ الكبير اللي هياخده من الدهب وبيقف جون مع شارلي لوحدهم وبيأكد له إنه ماينفعش يضيع حياته زي ما هو عمل خصوصاً إنه كان بعيد عن بنته ستيلا لوقت طويل في حياته وتسجن كتير جداً وبيطلب من تشارلي إنه يهتم بنفسه وبحياته ويشوف واحدة يتجوزها ويقضي معاها عمره في سلام وبيبقى جون بمثابة القب لتشارلي ومع بعض في العمليات دي كلها من زمان جداً بعدها بيتحرك الكل بالعربية علشان يمشوا من هنا ويشوفوا هيبيعوا الدهب ازاي لكنهم في طريق بيتفاجئوا بعربية بتحصرهم وبتنزل منها رجالة ومسلحة وفجأة ستيف بيرفع السلاح على جون وبيعلن إنه طمع في الدهب وياخدوا كله لنفسه ولما بيأكد له جون إنه لو راح أي مكان في العالم هيقدروا يلقوه بيقرر ستيف إنه يقتل جون والبقيين علشان يخلص منهم للأبد لكن أول ما بيتضرب جون بالنار بينطوا بالعربية في المية على أمل إنهم ينجوا وبيفضل ستيف واللي معاه يضربوا النار على العربية ولما محدش بيظهر منها بيفهم إنهم ماتوا وبيأخد الدهب ورجالته وبيتحرك من المكان لكن الحقيقة إن تشارلي العبطري كان عامل حسابه على كل حاجة وجاي بأجهزة أكسوجين تقعدهم تحت المية الفترة طويلة ولما بيتأكد إن ستيف مشي بيطلعوا لكن تشارلي بيكون حزين جداً بسبب موت جون الأب الروحي بتاعه وبعد مرور عام كامل على الحصل ده بتبقى ستيلا شغالة فتحت خزن تبع الشرطة أي خزنة الشرطة مش عارفة تفتحها بيكلموا ستيلا الخبيرة اللي بتستخدم أجهزة كتير علشان تفتح الخزنة على عكس أسلوب جون القديم اللي بيفتح الخزنة باللمس فقط وبعد ما بتنجح ستيلا في فتح الخزنة بترجع على المكتب اللي فتحاه وبتتفاجئ بتشارلي عندها وبتبقى ستيلا متضايقة منه جداً لإنه رجع أبوها للشغل وتسبب في موته فبيعرفها تشارلي إنهم أخيراً لقوا ستيف وبيأكد لها إن الموضوع ملوش علاقة بالذهب على قدر ما هو عايز ينتقم لموت جون بس محتاج خبير خزن معاه وما ينفعش يثق في حد غيرها لكن ستيلا بترفض العرض وبتطلب منه إنه يمشي وما يرجعش تاني لكن في الليل بتفضل ستيلا تفتكر أبوها وبتقرر إنها تتصل على تشارلي وتقوله إن زي ما ستيف حرمها من أبوها لازم هي كمان تحرمه من الدهب اللي عمل علشانه كل ده وبتعلن إنها هتشترك معاهم في المهمة وتاني يوم بيتقابل كل أعضاء الفريق وبيبدأ تشارلي يعرف على كل واحد منهم وفي الليل بيوزع تشارلي المهام على الفريق علشان يقدر يحط الخطة المناسبة اللي بيها يسرقوا الدهب من ستيف زي إن روب يحسب الوقت بين بيت ستيف والمكان اللي هيهربوا ليه لكن المشكلة إن الطريق بيبقى زحمة جداً ومستحيل يعرفوا يهربوا فبيقرر تشارلي إن لايل يتحكم في إشارات المرور وعن طريقها يتحركوا بحرية ويفتح لهم الطرق اللي هم عايزينها بسهولة أما ستيف فبيروح لواحد من العصابات الروسية واللي بيشتغل وسيط بينه وبين رجل عصابات خطير اسمه مشكوف علشان يشتري من ستيف الدهب اللي معاه لكن بيبقى الوسيط عايز ياخد من ستيف الدهب قطعتين بقطعتين علشان ما يلفتش الانتباه لحاجة وفي الليل بيدخل تشارلي على ستيلا علشان يعرفها إنهم هيدربوا السلك بتاع ستيف ويقدروا عن طريقه إنهم يبعثوا حد كأنه من عمال الصيانة وهيصور المكان كويس والخزنة اللي فيها الدهب لكن لإن ستيف عارف إن كلهم ميتين فلازم ستيلا هي اللي تقوم بالمهمة دي وبتوافق ستيلا في سبيل نجاح العملية وتاني يوم بيبدأوا في تنفيذ الخطة فعلا وبيقطع السلك علشان يتصل ستيف على الحارس بتاعه ويطلب منه يكلم الصيانة علشان ييجو وهنا بييجي دور تشارلي اللي بيرضع الحارس وبيأكد له إنه هيبعث له حد دلوقتي وبيجهزوا ستيلا بالكاميرات علشان تصور المكان بسهولة وبتدخل ستيلا بمنتهى الثقة وبتنجح إنها تصور البيت من كل ناحية والخزنة كمان لكن ستيف بيفضل يغزلها وبيارض عليها إنها تتعاشى معاه ورغم إن ستيلا رفضت في البداية إلا إنها وفقت وقالت له إنها تكلمه لو فضيت تحسباً لأي حاجة ممكن تحصل وبيبدأ دور تشارلي في التخطيط الدقيق علشان يوصل لأفضل طريقة ممكنة علشان يسرقوا بيها الذهب من ستيف لكن العربية اللي هينقلوا فيها الذهب بتبقى عايزة شوية تعديلات علشان تستحمل الوزن ده فبيقرر روب إنه يتصل بميكانيكي صاحبه علشان يجي يساعدهم في الموضوع ده وبينجح الميكانيكي المميز إنه يعدل العربيات فعلاً بحيث تستحمل وزن أكبر وما تأثرش عليها في الوقت ده ستيف بيروح لمحل الوسيط علشان يديله كم قطعة من الذهب لكن الوسيط بيغلط قدامه بالكلام وبيجيب سيرة إيطاليا والذهب اللي تسرق منها فبيفهم ستيف إنه يعرف بموضوع السرقة وبيسأله إذا كان عرف حد ورغم إن الراجل بيقسم له إنه معرفش حد إلا إن ستيف بيقتله علشان ما يسيبش دليل على أي حاجة لكنه ما يعرفش إنه فيه كاميرات في المكان صورت اللي حصل ولما بيوصل مشكوف للمكان بعد شوية بيتفاجئ بالوسيط ميت وبيبقى قريبه أما تشارلي فبياخد ليفت وبيروح لواحد اسمه سكيني علشان يطلب منه قنابل ومعدات معينة للمهمة اللي عايزين ينفذوها وتاني يوم الصبح مشكوف بيجيب مساعد قريبه وبيسأل عن اللي حصل فبيحكي له الراجل إن فيه شخص ضخم جه من فترة وسأل عن موضوع الدهب لكن محدش قال له حاجة وبيفهم أحد أتباع مشكوف إن الضخم ده يبقى سكيني اللي عنده عصابة صغيرة كده وبيقرر مشكوف اللي معاه يروح لهناك ويستجويبه سكيني عن الشخص اللي قتل قريب مشكوف ويدور على الدهب وفي الليل بيتحركت شارلي وفريقه علشان ينفذوا المهمة وياخدوا الدهب لكن بيتفاجئوا بحفلة عاملها جار ستيف ومش هينفة يعملوا أي حاجة وسط الزحمة دي وبسبب كده بيلغت شارلي المهمة وبيطلب من ستيلا تروح تقابل ستيف علشان تشغله وأثناء ما كان الاتنين قاعدين وبيتكلموا بيطلب ستيف من ستيلا إنها تثق فيه وتروح معاه البيت لكن ستيلا بتقوله جملة أبوها الشهيرة وهي إنها بتثق في الناس كلها بس مش بتثق في الشيطان اللي جواهم ساعتها الجملة بترن في ودن ستيف وبيمسك إيديها جامد وبيعرفها إن جون كان عنده بنته أكيد هي البنت دي وهنا ستيلا لما بتفهم إنها تكشفت بتقلب الإزازة على الترابيزة علشان تدي إشارة لتشارلي اللي بيدخل مع باقي الفريق ولما بيغلط ستيف في جون بتبقى ستيلا عايزة تضربه لكنهم بيمنعوها وبيقعد تشارلي مع ستيف يتكلمه شوية ولما بيحاول ستيف يستفز تشارلي بيقرر تشارلي يدي له ضربة قوية جداً وبياخد بعضه وبيمشي وبيدخل على ستيلا الغرفة وبيلاقيها بتعيط لأنها افتكرت أبوها لما شافت ستيف قدامها فبيهديها تشارلي وبيأكد لها إن كل حاجة هتمشي تمام وهيقدروا ينتئموا الموت جون وبيعرفها كمان إن جون في آخر يوم لي حكاله إن كان مؤثر مع ستيلا جداً وإنه بيحبها رغم كل حاجة وفي اليوم التالي بيعرف تشارلي إن ستيف جاب عرضية مدرعة تنقل الدهب وهيتابعها عن طريق طيارة هليكوبتر من الجو لحد ما تخرج من البلد فبيفرح تشارلي لأن كده الموضوع هيبقى أسهل ويقدروا ياخدوا الدهب في الطريق لكن فجأة بيتصل سكيني على تشارلي وبيعرفوا اللي حصل مع ماشكوف وإنه قالوا إن تشارلي اللي كان بيدور ورا الدهب وبيعتب عليه إنه قتل الوسيط لكن تشارلي بيأكد له إنه ما قتلش حد لا هو ولا فريقه وبيطلب منه خدمة وبيتحرك بعدها مع لايل علشان يجهزوا متفجرات تحت الطريق بحيث يوقعوا العربية اللي فيها الدهب عند نقطة معينة زي ما عملوا في عملية إيطاليا بالضبط لكن يوم التنفيذ بيتفاجئوا إن ستيف جايب ثلاث عربيات علشان يشتتهم وما يعرفوش أنهي واحدة اللي فيها الدهب لكن بزكاء بيقدر تشارلي وفريقه يحددوا أنهي عربية عن طريق سمك الكاوتش اللي نزل للأرض بسبب كمية الدهب الكبيرة اللي فيها العربية وبتبدأ الخطة زي ما خطته بالضبط لايل بيتحكم في إشارات المرور بطريقة معينة علشان يجبر العربية اللي شايلة الدهب إنها هتمشي من الطريق بتاعهم وتقف عند نقطة الانفجار وفعلاً العربية بتفضل تأخذ طرق معينة لإن الطريق بيبقى واقف بسبب الإشارات وستيف متابع اللي بيحصل عن طريق الطيارة والآن أحسن يتفاجئ بحاجة ما كانش عامل حسابها وفعلاً أول ما العربية بتقف عند نقطة معينة بيشغل فريق تشارلي التفجيره وبتقع العربية اللي فيها الدهب داخل الأنفاء وعلى طول بيفتحوها وبييجي دور ستيلا في إنها تفتح الخزنة لكنهم بيتفاجئوا بخزنة بتصميم حديث جداً غير اللي عملوا حسابهم عليها فبتحاول ستيلا تفتحها لكن بتفشل وبتكون عايزة تستسلم لكن تشارلي بيشجعها وبيخليها تستخدم أسلوب اللمس زي أبوها بالضبط وبتنجح فعلاً المراد إنها تفتح الخزنة المستعصية وبيبدأوا ينقلوا كمية الدهب الكبيرة جداً للعربيات بتاعتهم وبيتحركوا كلهم وهم فرحنين جداً بنجاح المهمة لكن ستيف بيبقى وراهم بالطيارة ورافض إنه يسيب الدهب ليهم تحت أي ظرف وبيفضل يطردهم في شوارع المدينة كلها وبيكون ستيف متأكد إن الدهب هيبقى في عربية تشارلي بالذات لإنه هو القائد وعلشان كده لما بيتفرقوا بيفضل هو ورا تشارلي في كل حتة لدرجة إنه بيدخل وراه مستودع معين لكن تشارلي بمنتهى البراعة بيقدر يتفادى ضرباته وبيهرب على مكان معين فيه الميكانيكي مستنيه هو وفريقه ولما بيوصل وراهم ستيف بيعرض على الميكانيكي فلوس مقابل إنه يباعهم وبيوافق فعلاً لكن أول ما بيفتح الباب بيظهر تشارلي وفي عينه نظر التحدي لستيف فبيطلع ستيف المسدس وبيطلب من تشارلي يجيب الدهب وإلا هيموت وهنا بيظهر أتباع ماشكوف وبيرفعوا السلاح على ستيف وبيحاول ستيف ينكر إنه قتل قريب ماشكوف لكن بدون جدوة حتى لما بيرد عليه يقسم الدهب معاه بيتفاجئ إن تشارلي عامل حسابه على كل حاجة وعمل صفقة مع ماشكوف إنه ياخد حصة معينة من الدهب مقابل إنه يخلص على ستيف وهنا ستيلا وباقي الفريق بيظهروا وستيلا بتدرب ستيف بمنتهى القوة بسبب اللي عملوا وبعدها ماشكوفوا رجالته بياخدوا معاهم علشان يخلصوا عليه للأبد وبيقعد بعدها تشارلي وفريقه بالكامل يحتفلوا بانتصارهم واسترجاع الدهب وكمان الانتقام لصاحبهم جون وكل واحد بعدها بياخد حصته وبيشتري بيها اللي هو عايزه زي ما كانوا بالتفقين قبل خيانة ستيف ليهم حتى تشارلي سمع بالنصيحة جون وقرر إنه يتجاوز ستيلا ويقضي اللي باقي من عمره معاها في سلام بعيد عن المشاكل والسرقة وبكده بينتهفل منا النهاردة أسطورة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD Action ترجمة نانسي قنقر